في السياق نشرت وكالة رويترز تقريرا حول تفاقم أزمة اليمن مع انهيار الريال الأمام الدولار ونقلت الوكالة عن تجار ومتعاملين في شركة صرافة أن قيمة الريال اليمني سجلت انخفاضا كبيرا أمام الدولار والعملة الأجنبية أمس الأحد في مدينة عدن الساحلية ومحافظات جنوب وشرق اليمن الخضاعة للحكومة المعترف بها دوليا وقالت الوكالة إن ذلك جاء وسط موجة غير مسبوقة من الغلا وارتفاع أسعار السلع الغذائية مما ينذر بكارثة اقتصادية ومجاعة سبق وأنحضرت منها منظمات دولية ومحلية حتى تخطى سعر الدولار عتبة 1720 ريالا في أدنى مستوى للعملة اليمنية منذ نحو عامين وبحسب وكالة رويترز فقد تهاوت قيمة العملة المحلية رغم استيناف البنك المركزي اليمني مزادات لبيع النقد الأجنبي للبنوك التجارية بعد أيام من حصوله على دفعتين من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته السعودية للحكومة المعترف بها دوليا في عدن حيث يرجع سبب تجدد انهيار صرف العملة المحلية لعوامل محلية وإقليمية أهمها الحرب في البلاد وما خلفته من كوارث اقتصادية